ايام قليلة تفصلنا عن الحادي والثلاثين من اكتوبر حيث واحد من اهم الاحتفالات الشعبية في الغرب الا وهو عيد الهالوين انها مناسبة غريبة يجتمع فيها الرعب والمرح معا في مزيج مدهش لن تجده سوى في الهالوين خلال دقائق قليلة سنعرض لكم تاريخ عيد الهالوين ومظاهر الاحتفال به في الدول المختلفة بالاضافة الى مراحل تحوله من عيد مقدس الى احتفال كوميدي ينتظره الكبار والصغار كل عام ابقوا معنا نرحب بارائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن ان نعرضها عليكم شكرا لكم ترجع اصول عيد الهالوين الى قبائل السلتية الوثنية التي كانت منتشرة في بريطانيا وارلاندا وويلز اذ كان يسود الاعتقاد بان ارواح الموتى تتداخل مع عالم البشر في نهاية الصيف لتشاركهم حياتهم فكان الهدف من ذلك الحدث هو بث الرعب في الارواح الشريرة من خلال ارتداء اقنعة مخيفة ومطاردتها في الشوارع في القرن الثامن الميلادي اقرت المسيحية ذلك الحدث على يد البابا جريغوريا الرابع ليعرف باسم احتفال ليلة كل القديسين ويكتسب بذلك صبغة دينية في القرن التاسع عشر عرفت الولايات المتحدة الامريكية عيد الهالوين مع هجرة الايرلنديين اليها الذين كانوا يقومون باشعال المصابيح داخل اللفت والبطاطا ويضعونها في عتبات الابواب لحمايتهم من الارواح الشريرة ما لبثوا ان استبدلوا تلك الخضروات بثمار اليقطين والتي نالت شعبية كبيرة حتى اصبحت الان رمزا من رموز تلك الاحتفالات مع انتشار الهالوين تعددت مظاهر الاحتفال به في الدول المختلفة ففي الصين مثلا يقوم الصينيون بوضع الطعام والماء امام صور الراحلين اما في النمسا فيقوم النمسويون ايضا بترك بعض الخبز والماء ومصباح مضيء على الطاولة قبل ان يخلدوا الى النوم ذلك بهدف استقبال الارواح الزائرة في امريكا اللاتينية تختلف مظاهر الاحتفال بعيد الهالوين عما سبق حيث تقوم الاسرة ببناء مذبح في المنزل وتزيينه بالظهور والحلويات وصور الراحلين مع مأكولاتهم ومشروباتهم المفضلة لا تقتصر الاحتفالات على الاسر فحسب حيث انه في بعض الاحيان يضع الناس احد الاشخاص في تابوت ويجولون به الحي او القرية في حين يلقي الباعة الفواكه والظهور في التابوث في جو يسوده المرح والذكريات ايضا في جمهورية تيتشيك يستغل الناس تلك المناسبة ليحياء ذكرى الاحبة الذين رحلوا فيضعون الكراسي حول النار واحد لكل فرض من افراد العائلة الاحياء وواحد لكل ميت ومع مرور الوقت تطور الهالوين وتحول من احتفال ديني الى مهرجانات يسودها المرح فيرتدي الاطفال والشباب ازياء تنكرية مرعبة واحيانا مضحكة ويقومون بطرق الابواب طالبين الحلوى من اصحاب المنازل وان لا سيتسببون بالازعاج لهم طوال الليل باعتبارهم يمثلون الارواح الشريرة لم يقتصر تأثير عيد الهالوين على الاحتفالات فقط حيث الهب خيال السينمائيين ومنتجي الافلام السينمائية فتم انتاج الكثير من افلام الرعب التي تدور حول ليلة الهالوين ولعل من اشهرها سلسلة هالوين التي بدأت بفيلم يدور حول قاتل متسلسل يرتكب جرائمه في تلك الليلة بالذات مع نجاح الفيلم توسعت السلسلة لتشمل افلام رعب والعاب فيديو وروايات ومجلات كلها تصلح لقضاء وقت ممتع لمحب افلام الرعب في تلك الليلة المميزة